نقطة مهمة تحدث بها وزير الخارجية المصري قال إذا توفرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة سيتم التوصل إلى اتفاق هل بتقديرك هذين العنصرين متوفرين اليوم؟ صبع الخير أختي الكريمة شكرا جزيلا على الاستضافة بتصور أولا أن زيارة الوزير الفرنسي للقاهرة ولقاءه بئر رئيس السيسي ولقاءه مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي تأتي في إطار سلسلة من الجهود المكثفة التي تبذل على كافة المستويات لخفض التصعيد في المنطقة خصوصا أن العدوان الإسرائيلي على القطاع وضع المنطقة كلها فوق صفيح ساخن زي ما حياتك شايفة فتح جبهات جديدة تبع سياسة الاغتيالات انتهاك سيادات الدول واستقلال الدول لبنان وإيران وغيرها استمرار العدوان لأكثر من عشرة أشهر كارثة إنسانية حقيقية أكثر من 140 ألف ما بين شهيد وفقيد ومصاب جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم صمت دولي مطبق فهذه اللقاءات بالتأكيد بتصب في اتجاه محاولة خفض التصعيد ووقف هذا العدوان والتوصل إلى اتفاق أو هدنة سواء كانت مؤقتة أو مستدامة يتزامن مع هذه اللقاءات جولات المفاوضات التي كان آخرها استضافتها الدوحة قبل يومين ومتوقع أنه يكون هناك جولة جديدة في القاهرة قبل نهاية هذا الأسبوع مع زيارات لوزير الخارجية الأمريكي لمصر والدوحة وغيرها لتسريع عملية التوصل إلى اتفاق وفي إطار الإجابة على سؤالك فيما يتعلق بالإرادة واضح جدا أن إسرائيل على وجه الخصوص وهي الطرف المعتدي لا توجد لديها إرادة حقيقية في وقف هذا العدوان ويمكن مصر أكدت هذا الكلام في بيانات رسمية سابقة لأن حقيقة استمرار العدوان نتيجة الدعم الأمريكي المطلق واللا محدود هو الذي يغري نتنياهو باستمرار استهداف المدنيين العزل في القطاع ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتحويل القطاع إلى بقعة غير صالحة للحياة أعتقد أنه هذه الإرادة غائبة لسبب مهم أنه فتح جبهات جديدة للقتال واستمرار العدوان معنى استمرار بقاء نتنياهو في المشهد السياسي لأنه كلما اقتربنا أختي الكريمة من هدنات أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حتى إبرام صفقات لتبادل ما بين المحتجزين والأسرة نفاجأ بمزيد من العدوان ومزيد من التصعيد بل ونفاجأ بفتح جبهات جديدة وهنا أحيل حضرتك إلى سياسة الاغتيالات التي انتهاجتها إسرائيل باغتيال فؤاد شكر من حزب الله واغتيال السيد هنية رئيس المكتب السياسي في إيران هذا كله ينبئ أنه لا توجد بالفعل لا رغبة ولا إرادة لدى إسرائيل وكل ما يدور هو محاولة لكسب الوقت هي استراتيجية للمراوغة والادعاءات والكاذب وشراء الوقت حتى موعد إجراء الانتخابات الأمريكية وده أمر مهم بالنسبة لنتنياهو لأنه يعول كثيرا على فوز محتمل لترامب حتى يستعيد ما يمكن أن نسميه عصر الهدايا المجانية لأنه كما تعلمين ترامب هو الذي منح الاعتراف على الجولان المحتلة هو الذي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ومزيد من الدعم ليس معنى ذلك أن وصول الديمقراطيين سوف يقلل من الدعم الأمريكي لإسرائيل ولكنه ينتظر المزيد والمزيد فضمان أمن إسرائيل هو ثابت من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية لا توجد إرادة لدى إسرائيل رغم أن الأوسطاء مصر والولايات المتحدة بين قوسين وقطر يبذلون كل جهد ممكن لحقن دماء الفلسطينيين وحين أشير إلى الولايات المتحدة بين قوسين لأن هناك حالة من حنات التناقض الشديد الولايات المتحدة هي التي تقدم الدعم العسكري والدعم المالي والغطاء السياسي لإسرائيل وفي نفس الوقت تحض على وقف العدوان إن أرادت الولايات المتحدة وهذه نقطة مهمة إن أرادت الولايات المتحدة لوقف العدوان في اللحظة التي نتحدث صحيح وكيف يمكن أن نوصف دكتور حسن أيضا تصريحات الولايات الأمريكية والحديث في وسائل الإعلام الأمريكية منذ أمس وحتى اليوم حديث على أن هذه المفاوضات وهذه المحاثات كانت بناءة وهناك قرب للتوصل إلى وقف إطلاق النار وعقد صفحة صفقة عفو وحماس تكذب كل هذه الإدعاءات وتقول أنها كاذبة فبالتالي الحديث عن كل هذا هل هذا الاجتماع حدث فقط من أجل جسر الهوى ما بين الإسرائيلي وما بين الأمريكي ومن أجل أيضا تخفيض التصعيد في جبهات الشمال والرد الإيراني؟ هو بالتأكيد المسألة مرتبطة لمحاولة انتصاص حالة الغضب العالمي أولا لأن هناك حالة من حالات الاستياء الشديد نتيجة الكارثة الإنسانية التي تحل بالقطاع ونتيجة استهداف المخططات الإسرائيلية الخبيثة تصفية القضية الفلسطينية الأمر الثاني هو نوع من أنواع المراوغات المتزامن مع المراوغات الإسرائيلية لأن الولايات المتحدة تحاول أن ترسم صورة بين قوسين إيجابي عن ما يحدث في حين أن الخبرات السابقة جميعا تشير إلى أن جولات المفاوضات لم تحدث طفرة أو اختراق لم نتوصل حتى إلى إمكانية وضع إطار متفق عليه بين كافة الأطراف حتى ننتقل من مصار العدوان إلى المصار السياسي لم نتفق على إجراءات تنفيذ على الأرض ولو حتى المرحلة الأولى من الطرح الأمريكي لا تنسي أختي الكريمة أن الطرح المصري الذي قدم في 6 مايو وقبلته حماس أفسدته إسرائيل وهو ذات الطرح الذي تبني عليه الولايات المتحدة مقترحها الآن وتقول أنه مقترح أمريكي أو مقترح إسرائيلي أيما كان الأمر لم نتحرق خطوة واحدة نحو إجراءات تنفيذ لحقن دماء الفلسطينيين التصريحات الإعلامية الأمريكية أختي الكريمة لا تجفف دماء الفلسطينيين ما يجفف دماء الفلسطينيين حقا هو وقف هذا العدوان السافر والغاشم المستمر دون رادع ما يجفف دماء الفلسطينيين حقا أن ينتصر المجتمع الدولي للقانون الدولي ولحقوق الإنسان التي ظل يزعم أنه يتشدق بها لفترات طويلة حتى سقطت الأقنعة مع هذا العدوان السافر المستمر الدغط العسكري الذي تحدث عنه بين يمين لتنياهو دائما يقول أن الدغط العسكري هما سيجعل حماس هو مقتنع بهذا الكلام بأن حماس ستتراجع لمرس عليها الدغط العسكري ولكن دكتور حسن هل يمكن القول اليوم أن حماس ردت على هذه التصريحات بعدم مشاركتها مبدئيا في هذه المفاوضات ثم لدينا عامل آخر جديد وهو أن اليوم السنوار هو من يفاوض لأول مرة بشكل علني بن يمين لتنياهو هناك مفاوضات مع السنوار هذه المرة يعني خليني أقول لحضرتك قبل الإجابة أن الصمود هو رمز هذه المرحلة منذ السابع من أكتوبر حتى الآن إسرائيل هزمت بدون شك وكل ما تبذله هو محاولة للتغطية على هزائمها داخل القطاع ليس انتصارا أن تستهدف المدنيين من النساء أو الأطفال ليس انتصارا أن تستهدف البنية التحتية من المدارس والمستشفيات والكهرباء ليس انتصارا أن تحيل أرضا محتلة إلى بقعة غير صالحة للحياة لإجبار أهلها أصحاب الأرض على الرحيل قصرا أو طوعا وحتى الاغتيالات ليست انتصارات دكتور حسن طبعا حتى الاغتيالات ليست انتصارا لأن فكرة استهداف الشخصيات وانتهاك سيادات الدول هو تجاوز وانتهاك شديد وعدوان سافر غير مقبول أعتقد أن ما يروجه نتنياهو من أكاذيب ليس على المستوى العالمي فقط ولكن على مستوى الداخل أيضا هو يراهن على كثير جدا من الداخل الإسرائيلي بالمزايدة على ما يسميه أمن إسرائيل وأن استمرار هذا العدوان قد يجبر حماس على الانصياع أو إبرام صفقة تبادل لا تقبله أعتقد أن الرد كان واضح من حماس بأنها مستعدة ولكن مستعدة لإجراءات التنفيذ لا مفاوضات عبثية لا طائلة من ورائها وإنما لابد أن تكون هناك إجراءات واضحة على الأرض ومقبولة من حماس ومقبولة من الأطراف الأخرى أيضا ومقبولة ومدعومة من الوسطاء شريطة أن تكون هناك ضمانات وده الأهم تكون هناك ضمانات للتنفيذ لأن لا أحد يثق في إسرائيل والخبرات السابقة يعني تعلمنا دائما أنها أدمنت المراوغات وأدمنت الأكاذيب وأدمنت للدعاءات حتى الوقت الحق ترجمة نانسي قنقر